بك هل تشكل صفقة تبادل الأسرة مدخلا حقيقيا ومجديا لوقف الحرب بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام طبعا هذه العملية في الحقيقة هي كانت سابقة لفترة طويلة من عملية ما يسمى الآن في حلحلة الملف اليمني نحو أفق الحل الشامل هذه العملية كانت منذ فترة ستة أشهر بدأ الحادث عنها وكانت من قبل سنة أيضا تم التحدث عنها عند إتمام أكبر صفقة سابقة شملتها مع أكثر من 1087 أسير قبل عام تقريبا لكن تأخرت لكنها تزامنت ربما قصدا أو من غير قصد مع هذه العملية السياسية وهذه الزيارات التي تتم الآن بين وفد سعودي عماني إلى صنعاء ووفد إيراني إلى الرياض ووفد سعودي إلى طهران على أي حال هناك مصلحة مشتركة في الحقيقة للأطراف في إتمام مثل هذه الصفقة الحوثيين تساهلوا هذه المرة في هذه الصفقة لأنهم استطاعوا أن يحصدوا واحد مقابل سبعة بمعنى 706 مقابل 131 تقريبا للشرعية فهم بحاقة كانوا أيضا لأن كل الأفراد أو الأشخاص في جانب الحوثي هم مقاتلين بينما في الشرعية معظمهم سياسيين وناشطين وصحفيين وأحيانا مواطنين تزامنت الفترة ربما هذه الزيارات عقلت وأسهمت بشيء من فك الغاز التعقيدات في الملف الإنساني علما أنه تم تبادل أضعاف هذه الصفقات عبر وساطات قبلية في اليمن على امتداد الحرب من سبع سنوات يمكن تم تبادل أكثر من سبعة إلى ثمانية ألف معتقل لذي الطرفين طيب يعني برأيك سيد عبدالستار إلى أي مدى ستصل هذه الهدنة وأي تطورات ستشهدها هذه العملية نعم نحن الآن في البدايات بمعنى حتى الآن لم تعلن هدنة رسمية لم يتم التوافق عليها هناك بعض تسريبات لنقاط بعضها سرب ليس هناك شيئا مرئي رسمي لا من جانب الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي ولا كذلك الحوثيين لكن ما سرب وهو شبه مؤكد كالتالي أن هناك خارطة طريق تشمل ثلاثة ملفات الملف الإنساني والعسكري والسياسي وأنه يتم البدء بالملف الإنساني وهذا الملف يشمل فتح الطرقات فتح المطارات جميعا لدى الأطراف جميعا ثم دفع مرتبات الموظفين ثم البدء بعمليات إنسانية عبر مراكز مختلفة تتزامن بعد ذلك فترة ستة أشهر للهدنة خلال فترة الهدنة يتم ولأول مرة عمل غطاء سياسي أو حكومة مشتركة بين الشرعية والحوثيين هذه الحكومة المشتركة يتم التوافق عليها خلال فترة الهدنة ستة الأشهر وتنتق هذه فترة الهدنة فترة انتقالية مدتها عامين مدتها سنتين خلال هذه السنتين يكون هناك تشارك ما في إدارة البلد بين الطرفين ثم بعد السنتين يتم الموضي إلى الخارطة النهائية وهي انتخابات أو مصالحة وطنية أو التوافق قبل هذا كله يتم ضبط إيقاع إطلاق النار من جميع الأطراف ووقف كل الاشتباكات وثم قبل ذلك وأثناء فترة الهدنة استكمال تبادر الأسرة بموقب أو تحت قاعدة الكل مقابل الكل لأنه لازالت آلاف مؤلفة من الأسرة موجودين داخل السقون الأكثر فيهم لدى الجماعة الحوثية وهناك شخصيات سياسية يعني هذه الصفقة ثمانية أو ثبعة وثمانين هي الثانية عند الحديث عن هذه الشخصيات السياسية التي تم ذكرها يعني من بينهم وزير الدفاع الأسبق وشقيق الرئيس اليمنية السابق هل برأيك هناك رمزية لهذه الأسماء التي تم ذكرها؟ فيها أسماء لا شك مهمة وكان الجماعة الحوثية كانت تماطل في إطلاق أي شخصية عسكرية أو سياسية بحق محمود الصبيحي محمود الصبيحي يعتبر أهم أسير لدى الحوثي أنه كان وزير الدفاع وهو شخصية يحظى بحب شعبي عارم جدا وهو شخصية مكافعة ورمز من الرموزة الوطنية العسكرية كذلك شقيقة هادي كذلك هناك شخصيات أخرى غير هذه الشخصيتين وهما شقيق ونقل العميد طالق صالح مشمولين أيضا بهذه الصفقة كذلك هناك أربعة من الصحفيين المعكوم عليهم بالإعدام مشمولين بهذه الصفقة إذن هناك أسماء كثيرة سواء من جانب الصحفيين أو شخصيات سياسية مقربة من سياسيين أو محمود الصبيحي هذه الأسماء لا شك مهمة لا تزال هناك أسماء أخرى مهمة أيضا كثيرة من ضمنهم السياسي محمد قعطان وآخرين يعني حوالي سبعة إلى تسعة سياسيين بمستويات مختلفة لا يزال هناك صحفيين وناشطين لا يزال هناك قيادات يعني لدى الشرعي أشير هنا أيضا إلى أن الصفقة فيها أيضا أشخاص أو أفراد من التحالف العربي وهؤلاء سيتم نقلهم إلى أبهى مطار أبهى وإلى مطار الرياض على العموم سوف يكون هناك حركة دائبة لست مطارات على الأقل لهذه الحركة خلال ثلاثة أيام هذه المطارات هي على التوالي صنعاء وعدن مارب والمخة هذه أربعة مطارات في اليمن وهناك مطار أبهى والرياض سوف تتزامن الطائرات بنقل المجاميع من وإلى هذه المطارات اليوم سيفرق عن ثلاثمائة وعشرين فقط من الصفقة ثم بعد ذلك ستتوالى غدا وبعد غل استكمال بقية الأعداد تباعا شكرا جزيلا لك من القاهرة سيد عبدالستار الشميري الكاتب والباحث السياسي اليمني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا